تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطة تطوير لدور العبادة في كافة محافظات مملكة البحرين وافتتاح وترميم وتأهيل عشرين مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية افتتح معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف مسجد الرسول الأعظم الكائن في منطقة مدينة عيسى بعد إتمام الصيانة الشاملة وذلك بحضور أعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية وعدد من البسؤولين وأكد معالي على ما شهدته مشروعات بناء وإعبار دور العبادة من توسع كبير في ظل البسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى أن تشييد وإعمار بيوت الله يعكس مكانة المساجد والإيمان بأهمية الرسالة العظيمة التي تطلع بها في بناء المجتمع وإقامة الشعائر الدينية وتعزيز القيم والماثل العليا كما ثمن دور أصحاب الأياد البيضاء لإسهامهم في إعمار وصيان الدور العبادة كما افتتح رئيس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح مسجد الثمن الكائن في منطقة جرداب وذلك بعد إتمام الصيانة الشاملة وتوصيل التيار الكهربائي للمسجد مشيدا بما تحظى به سائر دور العبادة من رعاية دائمة ودعم راسخ للعمل الوقفي والخيري والإنساني وعلى صعيد متصل أعلنت إدارة الأوقاف الجعفرية عن الانتهام من أعمال الصيانة الشاملة لداري العبادة السيدة خديجة بمدينة حمد والدراز الكبير في هذا اليوم المبارك ونتيجة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان من حمد آل خليفة في إعمار وتهيئة دور العبادة في هذا الشهر الفضيل قمنا والحمد لله اليوم بافتتاح مسجد الرسول الأعظم في مدينة عيسى بحضور معالي وزير العدو الشؤون الإسلامية والأوقاف ونحن الآن المسجدة الآخر في قرية جرداب وهو مسجد الثمن هذا المسجد له تاريخ عريق ومهم لأهالي المنطقة وإن شاء الله هذه افتتاح المسجد وتطويرها وتهيئتها راح تتواصل من الآن حتى نهاية الشهر الفضيل وإن شاء الله الاستعداد قائم على قدم وساق في وضع الحجر الأساس إلى المساجد والجوامع في مدينة السلمان الموافق إن شاء الله